بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخوان الطلبة، أخوات الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل جيل شخصيته التي تميزه لغته وخطابه وتطلعاته قيمه ومفاهيمه طريقته في التفكير والتحرك وكيف يتحدث وكيف يعبر عن نفسه ولا طالما كنت معارضاً لفكرة سمو جيل على جيل وأفضلية زمن على زمن محارباً لما يتكرر كثيراً من أن الكبير دائماً أكثر نضجاً من الصغير وأن الجيل الصاعد هو جيل غر وضائع ويحتاج إلى وصاية دائمة كنا وما زلنا معارضين لتلك النظرية التغليدية لسبب بسيط وهو أننا كنا في يوم من الأيام في مثل عمركم ونتذكر جيداً كيف كنا مسكونين بالتغيير والصخط وعدم الرضا مدفوعين بغريزة الاكتشاف وشغف التطلع إلى كل ما هو جديد كنا في مثل عمركم وكنا نضيق ضرعاً بأبوية المؤسسات والكيانات القائمة نحس بأن الخطاب السائد لا يمثلنا بشكل كامل ونريد أن نفرض لغتنا ومصطلحاتنا وأحلامنا ولكن برغم كل هذا الضيغ من الوصاية والأبوية كنا وبفعل تربيتنا مؤمنين بقيم الاحترام للكبير للأب، للأسرة، للمعلم، للمرشد، للمدرب ولكل شخص يريد مساعدتنا وإرشادنا كنا في مثل عمركم وكنا نريد شيئاً واحداً أن يترك لنا حرية أن نعبر عن أنفسنا أن نجرب فنصيب ونخطئ أن يتم الاستماع لنا وكنا مؤمنين أن هذا الحق لا يناقض واجبنا في احترام كبيرنا وتوقيره وتبجيله والوفاء له بمعنى آخر كنا نريد أن نكون امتداداً مطوراً لمن سبقنا لا نسخة كربونية منه واليوم، أخواني وأخواتي، أنتم هنا لا لتسمعوا منا، بل لنستمع إليكم وأن تترك لكم حرية أن تعبروا عن آرائكم ومشاكلكم وهمومكم وتطلعاتكم وهذه الجلسة التي تحولت إلى عادة سنوية فرصة ليسمع الناس منكم وهي فرصة لتجسيد قيم الحوار وتبادل الآراء والرقي بلغة الخطاب والاعتماد على مفاهيم التداول الفكري والمحاججة واستخدام لغة المنطق والعقل للإغناء وليس لغة الصراخ والمخاشنة اللفظية والمبالغة والمزايدة فالله سبحانه وتعالى يقول ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك وبالفعل منذ متى كانت الغلظة والفضاضة وسيلة للإغناء وتقريب الناس إليك وعليه أيها الأخوة والأخوات أنتم هنا لتبرهنوا بأن جيل الشباب مسلح بفضيلة التحاور الذي يفضي دائماً ولو بعد حين إلى تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر جلسة اليوم فرصة لتقولوا كلمتكم الكلمة الصادقة المقنعة المستندة على المعرفة والعلم والبحث والمدعومة بنوايا الأصلاح الحقيقية جلسة اليوم هي فرصة لنا لنفاخر بكم الأمم والشعوب أقول لكم هذا الكلام وكأني أرى أحدكم جالساً على هذا المقعد في يوم ما ممثلاً عن الشعب ومشرعاً له ومدافعاً عن مكتسباته ومصالحه شكراً لكم على تشريفكم لنا تحت قبة عبدالله السالم في بيت الشعب بيتكم ونتمنى أن تتكرر هذه الجلسة في كل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر